صباح اللي 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 نهاية الأسبوع أخبار كمان مهمة وعندنا زي ما يتقال كواليس لبعض الأخبار وطبعا ملف كورت القدم تقريبا أو تحديدا محليا خلينا ننقش كل ده إن شاء الله على مدار الحلقة لكن النهاردة بك كمان معنا فقرات مختلفة كريم خلينا ننوى في البداية عن الفقرة الأولى الفقرة الأولى حتنورنا فيها الأستاذة آلاء شرارة وهي فنانة ورسامة عاشقة للنادي الأهلي وحنستعرض أكيد مع حضراتكم جانب كده من أعمالها الجميلة الفقرة الثانية هيكون منورنا كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق وحنفتح برضو مع مجموعة من الملفات المهمة جدا لكن في البداية تعالوا نتكلم في موضوع أعتقد أنه هو كمان مهم جدا اللي هو فترة الراحة السلبية لكل أندية الدولي الفترة اللي بعدها إن شاء الله هندخل في مرحلة الإعداد والمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد عشان كده عايزين من دلوقتي نعرف وإحنا هو لسه في شهر أغسطس يعني فاضل عن نهاية السنة أربع شهور إيه هي أجندة الموسم الجديد إحنا بنسأل سؤال بديهي جدا ومنطقي جدا لكل جماهير جمهور النادي الأهلي جماهير كل الفرق المختلفة وأكيد قبل كل دول يعني في المقام الأول الأجهزة الفنية المنطقي جدا هي لازم تكون عارفة من دلوقتي موعيد بداية ونهاية الموسم يعني هتبقى عاملة إزاي لأن كل واحد عايز يجهز نفسه يعني عشان كده حتى عايز أقول لحضراتكم دلوقتي يعني إزاي الموسم ده هيكون هو كمان مضهوط جدا لأن فيه ارتباطات كتير للأندية وللمنتخبات أولا إحنا النهاردة كان من نهاردة 9 أغسطس سنة عشرين تلاتة وعشرين طبعا لا إذا مفجر مفاجآت يا ست الكل أنت فاهمة إيه وجايلك في الكرد ده أنت حتندهش النهاردة إيه 9 حلو ودينا انتهينا بالفعل من الموسم ده من حوالي أسبوع بعد طبعا مباراة الأهلي والمصري وكان عندنا ضغط هستيري كالعادة في مشاركات الأندية المصرية في المسابقات حتى القرية المختلفة يعني الثنائي الأهلي والزمالك شاركوا في دوري أبطال إفريقيا الأهلي طبعا كمل النهاية وفاز بيدرع البطولة والزمالك ودع المنافسات من دوري المجموعات وفي البطولة الكونفدرالية شارك الثنائي بيرامدز وفيوتشر في هذه البطولة بيرامدز كمل للدور ربع النهائي وفوتشر ودع المنافسات من دوري المجموعات طيب مشاركات الأندية المصرية يعني أجلت بطبيعة الحال مباريات كتير إحنا ليه بنقول لحضراتكم الكلام ده لأنه صعب جدا أن أنت تضغط على لعيبة أكتر من كده بمشاركات بشكل هستيري زي ما شفنا الموسم اللي فاته الأبدي لما الكلام ده بيكون معمول بدون تنظيم يعني ده بيعود بالسلب على حالة اللعيبة البدنية والإجهاد الكبير اللي بيشتكوا منه واللي بيعاني منه على فكرة لعيبة الدوري المصري بشكل عام بيكون سببه الأساسي هو تتابع وتلحم المباريات والبطولات أتمنى أن الملف ده يتحل مع بداية الموسم الجديد بس إحنا بقلنا يعني من الموسم اللي فاته واللي قبله اللي قبله بقلنا فترة طويلة بنحاول أن إحنا نعمل سيستم ونحسن من الأداء أو من الجدول بتاع طبعا الدوري لكن أنت مضغوط كده كده بقالك فترة طويلة والثلاث سنوات الأخيرة كمان ده أمر طبعا صعب جدا وصعب أن اللعب كمان يتحمله ومش إحنا كجمهير صعب جدا أن اللعب نفسه يتحمله وإحنا لو إحنا بصينا أو جينا قررنا نفسنا شوية بالدوريات الأوروبية هتلاقي أو حتى والله المنطقة العربية ده الشازم بس أوروبا هتلاقي أطول دوري ممكن يكون موجود بيعد 7-8 شهور حاجة زي كده يعني فشيء صعب اللي بيحصل برضو غير منطقي إلى حد كبير يعني إحنا نعمش بنقول النوسم الحالي ده سيء بالعكس أعتقد فيه أمور إيجابية كتيرة جدا لو أنت جيت تكلمت كانت موجودة تحديدا هذا الموسم أهمها خليني أسرد لحضراتكم بعض النقاط أهمها أنا من وجهة نظري حتى عودة الجمهور للملاعب بشكل أكتر وبشكل أكبر من أي وقت تاني وده يرجع طبعا للتنظيم اللي كان أكثر من رائع من ربطة الأندية ومسؤولي شركة تذكرتي والأهم من كل ده هو التزام الجماهير اللي بيعمل إنعكاس طبيعي أن يبقى فيه ثقة أكتر في الجماهير ويبقى فيه يعني فرصة أكتر أن الجماهير تكون متواجدة بعداد يعني كافية خلينا نقول أو مقبولة خلينا نقول بهذا الشكل كمان خليني أقول من الإيجابيات اللي أنا شفتها يا كريم أنت لو تتفق معي النوسم السابقة المصرية الموسم الحالي كان أفضل بعض الشيء من الواسم اللي فاتت عشان كمان أنت تشوف دوري أقوى وأفضل تنظيم وغيره وغيره فأنت محتاج لو أنا بتكلم في قدام أجندة تكون موضوعة وأجندة يعني الكرة المصرية تكون واضحة للجميع من بدري زي ما أنت تكلمت في بداية كلامك لأن فعلا أننا ندخل موسم جديد معنا مشاكل موسم قديم أو مواسم قديمة ولسه معنا التساؤلات في كيفية الحل من غير إيجاد حلول برضو أمر أعتقد غير مقبول مع التطوير اللي بيحصل والحديث عن تطوير الكرة المصرية كمنظومة كاملة ومتكاملة من جميع الأنحاء منها التحكيم وغيره وملاعب وتغيير اسم الدوري نفسه وشركة الرعاية وغيره كل ده لازم يليه انعكسات طبعا تحديدا كمان على الجدول فنأمل خير يا مساه الحال طبعا يعني أكدت رابطة الأندية أن الدوري إن شاء الله حيبتدي النسخة الجديدة منه أو الموسم الجديد منه كمان شهر يعني لا في شهر سبتمبر أو أكتوبر يعني كمان شهر أو تعالوا أقل من شهرين ففي شوية حاجات مطلوبة مطلوب راحة إجبارية للعيبة لأن أكيد عملية الاستشفاء بتحتاج وقته عشان نقدر كمان نتجنب أي إصابات مبكرة مع بدايات الموسم الجديد مطلوب كمان وضع استراتيجية جديدة لحضور عدد أكبر من الجماهير بعد طبعا ما نجحت التجربة إلى حد كبير الموسم اللي فات والموسم اللي قبله فنبتدي بقى نشوف حضور جماهيري أكبر في المدرجات في كل الماتشاط كمان حاجة يعني مهمة جدا لازم يبقى فيه تحديد لمواعيد سابتة للأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الإصريقية والعربية المختلفة مطلوب تحديد مواعيد سابتة لفترات التوقف الدولي ويريت نحاول نحط جدول طويل حبتين للدولي ومواعيد سابتة يعني مش كل شهر نحط على صفحة الرابطة والاتحاد مواعيد لأربع خمس جولات صح عايزين عشر خمستاشر جولة عشان كل نادي وده منطقي جدا وبديه جدا كل نادي بعارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه يبتدي يزبط نفسه حيلعب إمتى حيلعب فين كل دي حاجات الجهزة الفنية محتاجة على فكرة دي بديهيات قوي اللي احنا بنتكلم فيها